أخرج أبو نعين من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة عند الحجون وكان مكتئبا فأتاه جبريل عليه السلام قالوا سيدنا جبريل قال له إيه يقول لك بقى سيدنا النبي قال إيه اللهم أرني آية اللهم إيه أرني آية لا يحزنني من كذبني بعد اليوم يعني وريني علامة تطيب خاطري تخليني مزعلش من اللي كذبني ما هو إيه لما واحد يقول على حضرة النبي لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم بالله عليكم فيه أعظم من الرسول من أعظم منه شرفا من أعظم منه نسبا من أعظم منه أبا من أعظم منه جدا من أعظم منه أنه ابن إبراهيم ابن إسماعيل فأنا خيار من خيار من خيار من حيث الخلقة فهو من أنفس الخلق قرأت لقد جاءكم رسول من أنفسكم في قراءة يعني من أحسنكم فمين زيه؟ محدش زيه ومن حيث الإصطفاء يقول لك إن الله قد اطلع على قلوب بني آدم إن الله قد اطلع على قلوب بني آدم فلم يجد أنقى ولا أرقى ولا أتقى ولا أصفى من قلب سيدنا محمد فاختاره صلى الله عليه وسلم إذن هو صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الأطلاق بل أنه رحمة الله الشاملة لسائر عوالم الدنيا والآخرة وأنه صلى الله عليه وسلم مهبط الآيات وعرش التجليات وأنه بحر الله الرائق الصافي الذي أفاض فيه تجلياته وأنواره للوجود وأنه حبلة وصلة كل كائن وموجود وكما قلت لكم قبل ذلك فلم يعد ولم يكن لكائن في الوجود قدم إلا بما نال من نور حضرته في القدم محدش لي في الوجود إيمة إلا على أد مخاد من نور صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم حاجة تزعل الدول لما تزعلش إيه الجهل ده؟ هيقوم سيدنا النبي ربنا بقى عايز يعلمه حاجة في الحديث ده يا جماعة عظيمة جدا سيدنا النبي قال له يا رب أنا عايزك توليني آية طيب خطري علشان ما يضرنيش اللي ينكرني ويستنكر علي الرسالة بعد كده سيدنا جبريل يقول له إيه شايف الوادي ده نادي أي شجرة في الوادي ده فيقوم سيدنا النبي منادي على إيه على شجرة يقول فقامت تخد الأرض خدى يعني شأت الأرض وقات لغاية عنده فسلمت عليه فقال أمرها أن ترجع فأمرها أن ترجع فرجعت الحديث كده انتهى خلاص طيب إيه اللي استفدنا من الكلام ده اللي استفدنا من الكلام ده تعال معايا لما قال له شايف الوادي ده أيو بص على الوادي ده كله نادي منه أي شجرة فسيدنا النبي اختار شجرة واحدة ولو نادى على كل أشجار الوادي لا يسعهم إلا أن يأتوا سجدا له صلى الله عليه وسلم إذن حضرة النبي مخصص له ناس مش أي حد ينادي عليه فييجي النداء المحمدي بيبقى لناس معينة مخصص لهم يختصوا برحمته من يشاء مش هو رحمة ربنا مش هو وما أرسلناك إلا إيه ما هو ربنا بيختص بيه برضو من يشاء مش أي حد حتى في ذلك أراد الله أن يصور تشبيه مجازي جميل بيقوله شاف شجرة الوادي ده كله نادي على أي شجرة فنادى النبي على شجرة نادي على الشجر كله إيه واحدة فلم يسعها تلك الشجرة إلا أن قطعت الأرض شوقا إليه صلى الله عليه وسلم يبقى لما أنا قلت لكم قبل كده أن الحب النداء ما من قلب سمعه لا يسعه إلا العشق فهذه الشجرة سمعت النداء فما من شجرة سمعت لا يسعها إلا أن تخرج من منباتها وتتدلل وتتزلل وتتوسل وتتبتل وتسجد بين يديه لا يسعه إلا أن تسجد بين إيديه وتتوسل إليه وتصلي وتسلم عليه فطيب ذلك خاطر النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقوله إحنا مش أي حد يؤمن بيك ومش أي حد يسلم عليك ومش أي حد يتوفى للصلاة عليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فالموضوع مش لأي حد لحب النبي عليه الصلاة والسلام ندى فالربنا عايز يقول له إيه نادي أي شجرة تعجبك يعني أينما تتجلى عيون النبي بالنظر على أي حد من الأمة لا يسعه إلا أنه يحب لا يسعه إلا أنه يصلي على النبي لا يسعه إلا أنه يتعلق بالنبي فأنت ما تعرفش تحب النبي لكن النبي أكيد حبك أنت ما تعرفش تشتاء لزيارته لكن هو أكيد اشتاء لزيارتك ما سمعتش لما قال لما جيد سيدنا بلال وقال يا بلال لأن سيدنا بلال بعد سيدنا النبي ما انتقل سيدنا بلال راح إيه غادر المدينة ومشي راح الشام فقالوا سيدنا النبي في المنام وقال له إيه لما هذه القفوة يا بلال ألا تأتي وتزور يقال أن سيدنا بلال دخل المدينة هائما يتقلب على وجهه من الشوق حتى إيه إن كب على الروض المبارك قدره يبكي يسلم ويصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أزن ضجت المدينة بالبكاء وظن الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث من جديد فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام مخصوص له شجر يجيله مش كل شجر الوادي جاه ولو نودي كل شجر الوادي لأجاب لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختص من شجر الوادي شجرة قالوا شايف الشجر ده كله نادي شجرة منهم فإن وجدت نفسك تسوقك إلينا فقد بايعناك وإن وجدت نفسك تصدك عنا فقد باعدناك يختص برحمته من يشاء ألم تسمعوا قول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض ما هو مخصوص له ناس مخصوص له ناس متجهز أزلا في قلوب ربنا خلئها ما عندهاش بضاعة إلا الحب ما عندهاش بضاعة إلا النبي في ناس عبادتها كلها النبي قال أترى إن جعلت صلاتي كلها عليك قال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر زنبك في ناس كده كما كانت الشجرة كده يبقى موضوع الشجرة ده تصوير ربنا عمله للنبي بس هو حصل على الحقيقة يعني مشهد ربنا آية معجزة الله صنعها لنبيه ليعرفه أنه والله وإن نظر إلى الجماد لرق له حنينا وأن عيونه صلى الله عليه وسلم المكحلة المنورة من النور الإلهي من النور القرآني من النور الفرقاني العيون المنعوتة في آيات الكتاب بقول الله ما زاغ البصر وما طغى تلك العيون إذا تولت عاشق لا يسعوا إلا التهتك في العشق تلك العيون إذا تولت قلب لا يدخلوا النفاق تلك العيون إذا تولت عبد لا يحتمل قلبه أن تعتريه الأغيار يكون غريقا في الأنوار وإلا كيف تفهمون قول الله عز وجل ولا تعد عيناك عنه هذا النبي نظر إلى شجرة من شجر الوادي فقطعت الأرض وخدت الأرض خد وخدت الأرض خد حتى وقفت تتزلل بين يديه تقول السلام عليك يا رسول الله أنت أيها المحب النبي عليه الصلاة والسلام يناديك وينظر إليك فلابد أن تكون أولى من هذه الشجرة به صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر